كيف حالكم يرابع شو اخباركم بدنا نكمل قاعدة قاعدة comparative and superlative وصلنا يرابع عند long adjectives عند الصفات الطويلة وصلنا عند الصفات الطويلة وسبق وشرحنا شو يعني صفات طويلة وشو يعني صفات قصيرة وحكينا ان الصفات الطويلة هي الصفة اللي فيها اكثر من حرف علة فيه اكثر من مقطع اذا فيها اكثر من حرف علة معناته فيها اكثر من مقطع two syllables او three syllables طبعا هنا احنا بدنا كيف نعمل مقارنة لما يكون عندي صفات طويلة ماشي لما تكون عندي الصفة طويلة كيف بدي اعمل مقارنة اول اشي عندي لما يكون عندي صفة طويلة يا رابع دائما بضع قبلها more شو بضع قبلها more اوكي اذا هنا عندي الصفة طويلة اذا more بعدين بكتب الصفة الطويلة وبعدين بنهيها بعدين بذان بكتب بعدها ذان بصير more الصفة الطويلة ذان more الصفة الطويلة ذان مثلا بيوتيفول عندي مثلا ايش البيوتيفول اوكي رابع بيوتيفول صفة طويلة صح بيوتيفول خلص بضع قبلها more بعدين بيوتيفول بعدين ذان بصير more بيوتيفول ذان بصير more بيوتيفول ذان اوكي expensive 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 three syllables اذا كمان هاي الصفة طويلة فبضع قبلها more بعدين بنزل الصفة الطويلة بعدين ذان بيجي عندي ذان اوكي useful two syllables اذا كمان نفس الاشي more useful ذان more useful ذان اوكي صفة طويلة بضع قبلها مور وبعدها ذان مثلا عندي هذا المثال gold فراغ مثلا عندي silver ماشي اذا انا بقارن بين gold وسيلبر اذا هون انا بقارن بين gold وسيلبر طيب عندي صفة expensive ماشي خلص بحط قبل expensive more بعدين more expensive بعدين ذان قبلها more وبعدها ذان expensive اوكي فبسير gold more expensive than silver اذا الذهب اكثر ثمنا الاكثر ثمنا من الفضة الذهب اكثر ثمنا من الفضة اوكي طيب خلينا نشوف المثال البعدي this girl is more beautiful than her sister اوكي this girl هذه الفتاة الاكثر جمالا من اختها اذا ان this girl قارننا بين هذه الفتاة وبين اختها وكان عندي صفة المقارنة beautiful ماشي شو بعمل this is this girl is بعدين بنحط more بعدين beautiful بعدين than see this girl this girl is more beautiful than her sister تمام طيب the train is more quickly than the car ننتخيل انه هنا ما عندي انا more quickly ماشي وكانت الكلمة البين اقواس مثلا quickly quickly شو بدي اعمل انا اول اشي the train is فراغ than the car عندنا الشي قارلنا بين the car وthe train بين القطار وبين السيارة يعني بين ايش شيئين طيب عندنا quickly الصفة quickly هي صفة طويلة quickly two syllables two syllables اوكي quickly فانا هنا خلص بنام انها صفة طويلة فشو بعمل is بصير more بحط قبلها more بعدين quickly بعدين than more quickly than فبصير the train is more quickly than اوكي اذا بس بضع قبل الصفة الطويلة more وبعدها than اوكي اا يا رابع اليو بدنا نشرح الجزء الجديد من القاعدة comparative and superlative طبعا احنا هيك شرحنا قاعدة الكمبرative وراح نشرح عن قاعدة superlative superlative هاي الجزء الثاني من القاعدة superlative معناها المفاضلة المفاضلة اوكي superlative يعني بتفضل شخص عمجموعة تفضل منطقة على على مثلا عدة مناطق اوكي فهنا بناءا على ذلك انا بدي اشرح انه اذا كان عندي short adjectives اذا كان عندي short adjectives الصفات القصيرة اذا كان عندي صفات قصيرة شو هان بصير بصير هنا تتم المقارنة بين شيء ومجموعة اشياء ما شيء او شخص ومجموعة من الاشخاص اوكي اذا superlative منقارن بين شيء من المقارنة بصير اوشخص ومجموعة من الاشخاص مع الصفة القصيرة نستخدم القاعدة التالية كيف يعني الصفة القصيرة احنا خدنا انه معناها الصفة القصيرة هي الو موجود فيها حرف علة واحد احنا حكينا شو احرف العلة يا رابع اللي هم او اي 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 اضول احرف العلة اذا وجدت في الصفة حرف علة واحد معناته هäsident صفة قصيرة من مقطع واحد تمام فأنا كيف مع الصفة القصيرة بدي أستخدم قاعدة السوبرلاتف كيف أول إشي عنا الأجكتف طبعا الصفة القصيرة يعني الأجكتف قبلها بضع The قبلها بضع The The بعدين تيجي عند الصفة القصيرة بعدين EST طبعا الصفة القصيرة بجمعها EST For example لنغ لنغ صفة قصيرة ولا طويلة طبعا صفة قصيرة أول إشي فيها حرف علا واحد حرف الأو من مقطع واحد تمام فأنا هنا شو بدي أعمل شو بتصير في السوبرلاتف في حالة السوبرلاتف يعني المفاضلة شو بتصير The بنزل The قبلها بعدين بضيف على الصفة EST فبصير The longest الأطول The longest فهمنا؟ طيب example Small صفة قصيرة في حرف علا واحد من مقطع واحد Small أنا بدي أعملها سوبرلاتف بدي أعملها صفة هاي أنا بدي أعملها في حالة السوبرلاتف في حالة المفاضلة شو بتصير فيها؟ شو بتصير؟ بحط قبلها ذا هاي حطينا قبلها ذا ممتاز بعدين Small بنزلها زي ما هي وبضيف عليها EST فبصير The smallest The smallest إذن Long بصير The longest Small بصير The smallest Long بصير The longest Small بصير The smallest الأصغر طيب إحنا عنا صفة المقارنة الصفة طول ماشي؟ وحكينا إنه إحنا بدنا نخليها بالسوبرلاتف يعني بدنا نعملها الصفة A كيف استخدمها بالسوبرلاتف شو بتصير طول؟ بتصير أول إجي بحط A طول وعنا سوبرلاتف يعني بتصير ذا هاي ذا بعدين الصفة نفسها بنزلها هيك بصير طول بضيف EST بصير تولست تولست ذا تولست أوكي؟ طيب نشوف كمان شورت الصفة شورت نفس الإشي بدي أعملها بالمفاضلة بصير طبعا إيش؟ يا رابع رح نشوف الأمثلة أكيد أنت بصير تحكي آه طب أنا كيف بدي أحلها بالمفاضلة لما يكون عندي جوب لبزة هيك رح هيجعنا جمل ورح نحلهم مع بعض ماشي يا رابع؟ إذن شورت بصير ذا شورتست شورت بضيف EST بصير ذا شورتست طول ذا تولست شورت ذا تولست شورتست طيب خلينا نشوف المثال الموجود عندي بالأسفل هنا علي is the tallest in the class هاي الجملة هاي الجملة أول إشي أنا قارنت بين علي لاحظ معي بين علي وبين إيش؟ بين الصف كله class بين الصف كله يعني لاحظ أنا قارنت بين الشخص ومجموعة من الأشخاص يعني أنا قارنت علي بالصف كله فهونا مفاضلة هنا مفاضلة هنا مفاضلة is the tallest the tallest the tallest الأطول في الصف علي الأطول في الصف لو ما كان عندنا the tallest أو سوري the tallest وكانت عندنا هنا مثلا ما كان فيه tallest كانت طول موجودة بين أقواص هيك بدي أحولها أنا بدي أعملها بالمفاضلة فبصير علي is the tallest in the class طول آه بحكي آه أول إشي فضل علي ومجموعة من in the class يعني مجموعة من الأشخاص معنات الطول بدي أعملها بالسبرلاتف المفاضلة آه إذن بضع قبل هذا هاي موجود ذا أصلا بعدين بضيف عليها est فبصير the tallest بس رح نشوف كمان أمثلة معنا يا رابع إن شاء الله بنحلهم مع بعض أوكي أنه هنا أوكي هاي عندنا الأمثلة الموجودة عندي هول هذا المثال بدي نحله مع بعض يا رابع the animal is the لاحظ كيف أها أول إشي ذا هاي أول إشي دلنيها شوي الدليل إنه هنا إيش سبالة مفاضلة one in the one in the zoo أوكي one in the zoo zoo معناها حديقة حيوانات zoo معناها حديقة حيوانات the animal الحيوان is the هو إش ماله طلعوا طلعوا علي أول إشي هنا عندنا مفاضلة بين حيوان وحديقة حيوانات يعني قارن قارن بين حيوان وحديقة حيوانات هاي أول إشي يعني إيش يعني مفاضلة وعندنا ذا خلاص مريحني إذن small شو بتصير هنا small list فبسير the animal is the smallest one in the zoo يعني الحيوان ماشي هو أصغر واحد في الحديقة حيوان هو أصغر واحد بالحديقة فهونا خلاص حد شو ضل عندي small بضيفها لها est فبسير the smallest فبسير the animal is the smallest one in the zoo اوكي هاي حلين اه example التحتي the elephant is the يعني الفيل هو شو ماله حط the شو ضل عندي البق شو بعملها اه تذكروا قاعدة البق انه قاعدة لما تنتهي الصفة بحرف ساكن وقبله حرف علا مضاعف الحرف الأخير اه يعني البق شو بصير فيها بتصير شو بتصير biggest هاي ضاعفنا الحرف الأخير ضفنا est اوكي biggest biggest لما يكون عندي يا رابع الصفة تنتهي بحرف ساكن قبله حرف علا مثل big مثل big نضاعف الحرف الأخير ونضيف est بتصير biggest biggest the elephant is the biggest الفيل والأكبر اوكي يلا نشوف الاكزامبل اللي بعدي the building on the right is the اذا المبنى على اليمين هو شو ماله المبنى اليمين هو ايش طبعا هون عنا الصفة طول حلو وعندي ذا شو ظل طول بس بحطها هيك طول طول شو بضيف عليها لانه عندي ذا خلص مش عرض بشوفتها ذا est بعدين هون مفاضلة طول طول the building on the right is the tallest اوكي طيب عنا مالي is the فراغ طول عنا صفة طول مالي is the يعني مالي هو ايش عنا ذا خلص طول شو بصير بضيف عليها اي اس اي اس بصير طول اوكي صير طول مالي is the طول مالي هي الأطول هي الأطول تهت هيك هي القاعدة بالنسبة هاي هي القاعدة بالنسبة ل شو short adjectives بالنسبة لان اذا كانت عندي صفة قصيرة اذا كانت عنده صفة مالها قصيرة بستخدم هذه القاعدة يا رابع يعطيكم الف عافية